اهلا فيكم بنات كاكة الاناناس المقلوبة هاي انجح طريقة راح تلاقوها لكاكة الاناناس المقلوبة الطريقة عن جد روعة روعة هشة وكمان بنفس الوقت جدا ناجحة رح احكي لكم بهالفديو كل التفاصيل لحتى تطلع معكم هالكاكة بتشهي ورهيبة لو هاي اول مرة بتتابعوني ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس دائما كل التفاصيل والملاحظات المهمة بتركها تحت بصندوق الوصف وهلا يلا نبلاش بداية رح اضيف البيض الافضل البيض دائما للكيك يكون بحرارة الغرفة واكيد عليه الفانيلا رح اخفؤهم بشكل سريع كتير منيح لو عندكم كمان الخفاءة الكهربائية تقدروا انكم تستخدموها لحتى تسهلوا على حالكم خفئ الكيك بهالمرحلة كمان مهم لهشاشة الكيكة يعني كمان هو من عوامل هشاشة الكيك وارتفاعه وهلا اكيد رح اضيف السكر ورح ارجع اخفؤ بشكل ممتاز لحتى لاحظ انه السكر تقريبا داب بالبيض اللي عندي وكمان لون الخليط بصير معكم افتح هاي كمان الخطوة مهمة كتير حاولوا انكم تخفؤوها قد ما تقدروا وهلا رح اضيف بقى المكونات اللي هي الزيت النباتي وكمان الحليب السائل وهون عندي اضفت شوية من الخل بيعطي الكيكة لون هيك من جوة فاتح وكمان هشاشة وعصير الليمون بخفؤهم بشكل ممتاز كلهم بس لحتى هيك يتجانسوا يعني ما رح اعطيهم فترة طويلة بالخفاء وبعدين هون رح انزل بعلبة 7 up ما تستغربوه بس السفن بيعطي الكيك هشاشة وارتفاع رهيب هتلاحظوا انه الكيكة هيك عن جد مثل الاسفنج وكتير طيبة وبعدين رح انزل هلأ بالمكونات الجافة لطحين واكيد عليه باكينج فودر او خبيزة الحلويات مثل ما بعض الناس بيسموها ورح اخفؤ كل هالمقادير اللي عندي لحتى تروح كل التكتلات الموجودة وتختفي كل الكمية لطحين اللي عندي هذا هو قوام الخليط طبع الكيك اللي انا بدي احصل عليه بيكون بهذا الشكل اللي عم بتشوفوه التزموا بالمقادير مثل ما هي لحتى تنجح معكم هاي الوصفة هلأ بمقلاية رح اضيف كوب من السكر على نار هادية رح اخلي السكر يتكرمل ضروري يا بنات تتكرملوا السكر على نار هادية وتتركوه بالبداية لحتى يبدأ يعني يدوب هيكو يعطي لون بني بعدين تبدأوا تحركوه بهذا الشكل على نار هادية برجع بكرر لحتى يصير لونه اشعر ما بدي ايصير غامئ كتير مو حلو الكيكة تكون كتير غامئة هلأ بهاي المرحلة هادى اللون كتير حلو رح اضيف 50 جرام او نصف اصبع من الزبدة ورح احرك بشكل سريع لحتى تدوب الزبدة ويتجانس عندي خليط الكرامل وانتبهوا انه تكون الحرارة جدا جدا هادية وهيك صار ممتاز وجاهز فورا على جنب رح اكون محضرة صينية داهمتها بالزبدة رح اضيف خليط الكرامل فورا وهو ساخن ابدا ما منستنى عليه وبرد يعني ضروري تكون الصينية جاهزة بحركها هيك شوي لحتى اوزع الخليط فيها بعدين رح ابدأ اصف حبات الاناناس بهذا الشكل وبعدين رح انزل بخليط الكيك الفرن بهاي الاثناء ضروري يكون محمى يعني ابدا ما تدخلوا الكيكة على فرن بارد وكمان الفرن يكون محمى لمدة 4 دقايق مو اكتر من هيك لحتى ما تحترق معكم الكيكة درجة الحرارة 180 الرف بالوسط لمدة 40 او 45 دقيقة حتلاقوا الكيكة ارتفعت واخدت لون رائع وبجنن شوفولي هالمنظر الرهيب شوفولي انا بصراحة يعني بدون ما قلبها تغزلت فيها طبعا ضروري نقلبها فورا اول ما نطلعها من الفرن ما منستنى عليها ابدا لحتى ما يبرد الكراميل ويلزق بالصينية ضروري نقلبها فورا بهذا الشكل بعدين منتركها شوي على جنب لحتى تبرد وتصير دافية طبعا انا هون استعجلت عليها شايفين لسه البخار عم بطلع منها من السخونة بس انتو تركوها لحتى تبرد شوي رح تحصلوا على نتيجة خرافية شوفوا قطعتها الكيك ما احلاها والله لوحة فنية بتجنن وبتشهي ورهيبة وما فيها ولا غلطة بنصحكم كتير انكم تجربوها لانه هاي الطريقة رح تعتمدوها على طول حياتكم لكيك الاناناس ولهون مثل ما عم بتشوفوا بيكون خلص الفيديو لليوم بتمنى هالفيديو يكون عجبكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعموني بلايك ولو عندكم اي اقتراح لوصفات حابين اعملها معكم على قناة تكتبوا ليها تحت في التعليقات ولو جربتوها لا تنسوا تبعات ولي تطبيقاتكم على صفحتي الانستجرام على المسيجات دائما برد على جميع مسيجاتكم وهلا اكونوا بخير وانا ان شاء الله بشوفكم بفيديو تاني مع الف سلامة